أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رفض المجلس القاتع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليا أو تهجيرهم قصريا خارج أراضيهم وتحديدا صوب الأراضي المصرية في سيناء جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة حول تدبير الحكومة لوقف التهجير القصري للفلسطينيين وعلى سلطات الدولة المصرية كافة أن تتعاضض في مواجهة أي محاولات للتهجير القصري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها وإن مجلس النواب من جانبه وبصفته السلطة التشريعية يسعى دوما إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أي تعتداءات على أمن الدولة المصرية